فضال استرعى أخي العزيز فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية الجيبوتي الشقيقة السيدات والسادة إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم في بلدكم الثاني مصر وهي الزيارة التي تأتي استمرارا للتواصل والتنصيق المستمر بيننا على مختلف الأصعادة السنائية والإقليمية ومتابعة لنتائج مشاورتنا الأخوية التي تمت خلال زيارتي التي أعتز بها كثيرا إلى جيبوتي في شهر مايو من العام الماضي وهو التواصل الذي يؤكد على ما يجمع بلدينا من إعلاقات استراتيجية ممتدة على كافة الأصعادة مدعومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة للارتقاء بها وتعزيزها خاصة وأن أوجه التعاون الثنائي خلال الفترة الأخيرة قد شهدت خطوات نوعية مهمة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها لقد اتسمت محادثات اليوم مع أخي فقامة رئيس جيلا بالصراحة والشفافية وعكست مدى تقارب جات النظر بيننا حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك حيث استعرضنا كافة أوجه التعاون القائمة بين بلدينا خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين بلدينا وفي هذا الإطار تبعنا خلال المشاورات التقدم المحرص في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدينا واتفقنا على أهمية تعامل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبدلة ومساهمة الشركات المصرية في جهود التنمية الاقتصادية في جيبوتي وجهود افتتاح فرع بنك مصر هناك خلال الفترة المقبلة وأكدنا على ضرورة الدافع قدما لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجهود إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل وربط المواني وتابعنا الجهود الرمية إلى تسير خط طيران مباشر بين القاهرة وجيبوتي إلى جانب التعاون المشترك في مجالات الصحة والتعليم بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاء عبر نشر قيم الإسلام الوسطية من خلال المؤسسات الدينية العريقة بالبلدين وعلى رأسها الأزهر الشريف كما أعدت التأكيد على التزام مصر بالاستمرار في دعمها لأشقائها في جيبوتي والعمل على توفير التدريب وبناء القدرات والكوادر في مختلف المجالات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية على جانب آخر فقد تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل للاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمن مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومقرارات مجلس الأمن كما تناولنا الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر والتي حزيت بأولية كبيرة خلال مناقشاتنا اليوم في ضوء ما تحتويه من بؤر توطر من الواجب احتواؤها فضلا عن العمل على ترشيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة المهمة من قارتنا إضافة إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والجيبوتي فيما يتصل بأمن البحر الأحمر وعدنا التأكيد على مسؤولية الدول المشاطئة عن سياغة كافة السياسات الخاصة بذلك الممر المائي الحيوي من منظور متكامل ليأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية وأخيراً فقد تبحثنا حول سبل استضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 2022 وحرصنا على التعبير خلال تلك الرئاسة عن تطلعات دول قارتنا في هذا المجال أخي فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلا أعرب لكم مجدداً عن امتناني لتشريفكم الكريم وتقديري لمباحثتنا البناءة اليوم التي أكدت حرصنا المتبادل على دفع التعاون السناء بين بلدينا تحقيقاً لمصالحنا المشتركة متمنياً لكم ولشعب الجبوتي الشقيق مزيداً من التقدم والاستقرار شكراً